موسيقى اسوية مذهب طالع هابتا يلا علي ابو عزيزي عضو نقابة صانع المسوغ وعضو مجلس عضو النجم الذهبي في الهيئة المديرة وبنسبة القطاع المسوغ مهمش مش من توه هو فم قوانين خارج عام 42 عملتها فرنسا عنا فيهم حاجات التوه مزلوا يتبقوا فيهم قطاع المسوغ هذا قطاع مشغل قطاع مظيف ما وصل تعب قطاع المسوغ إلا من الدخالة برشة دخالة الناس ما عندهاش صيفة باش تكون في قطاع المسوغ هذا علاش تعب قطاع المسوغ وبالنسبة للذهب الذهب احنا مطلوب الذهب في تونس مفهمش واحد ميجي يعرس ولا يعمل حاجة ما يشيريش الذهب حتى لي ما يشيريش البرشة يشيريش شوي اللي تعبنا فيه هو القوانين الجائر اللي تعام فيهم الدولة سوى يغلى ولا يرخص الذهب برد ما مطلوب ما يقلقش ما هي القوانين المقلق القوانين هذي قوانين قلتك فما قوانين ما زالوا يتبقوا فيها من عام 42 كيف شنو كيف مثلا تشري من عند مواطن انو عادتك الدولة كراسة ومرقمة ومطبوعة الوزارة المالية تعطيك كراسة ومرقمة من ريجلة تمشي تهزها الوزارة العادل تعمل ختم عليها تشري انتي دي ما تتحمل المسؤولين تصور انتي انا نشري ونحل الكفر ونمدله ونقيد عليه نقيد له بتاك التعريف ونقيد له الهوية متاعه وشنو يخدم وساعات منكثر ما نقيد عليه ذاي الكل نزيد نقول له وقب صملي مش نبدأ باريه منه هو ما رعني إلا وقت اللي يتشد هذي مسروق انا شنو ذنبي يخي هو كاتب علي جبينه سارق ولا نظيف ولا مصدخ ولا نعرف عليه هنا كي تمشي هالا للمركز تولي انتي مشارك وساعات تتحاكم اكثر من السارق بصيف تك انتي شجعت وقمكو على السرقة واحد مني نعرف عليه هنا فما قوانين فما قوانين في إيطاليا مثلا تخلي القطع عندك وتقعد بين العشرة واحدشن يوم بعد واحدشن يوم تنجم تذوب وتخدم على روحك في تونس لا كان جي بعد حتى ستة شهور وسبعة شهور وعام وعامين ديما متحمل المسؤولين ديما الساغي هو ديما الساغي هو حاشي يقلبهم لقصير عشان اللي يسمع فهمتني هذك ديما متحمل المسؤولين ما عندوش حتى تقدر وقت اللي كان الساغي العائلات الكبيرة في الدولة تقول عنا الساغي يمتيعنا ما رأنا إلا ولينا إحنا تمشي للمركز بش تطلع بتاك تعريف تقول له أنا ساغي قلك سيرق اللي ما تبرك صار تبرشها مشاكل في السوق هنا وشعر لتوقفوا جميعا جاب ربي يرجعوا وصارت لهم شكالية كبيرة والناس كلها تجري عليهم حاسيروا هذا موضوع الموضوع متع القوانين عنا قوانين منهم تبديل طابع الدولة مشين عاملين شعار شعار فوق الذهب كان قبل راس كبش الناس كلها تعرفوا الدولة تعرفوا راس كبش وغارق ويخرج ويخرج الراس متاعي كبش واموره واضحة ما رأنا قلنا مشاو عملونا شعار شعار على الذهب الشعار ذي شعار فيه زوزة سبولة منه وسبولة منه وفيه هليل ونجمة انتي كي تمشي تسكل وبركي تنحى هذي الهليل يولي ذهب مدلس تعاني فيه من تجار من صناعية من ناس الكل حتى في الشارع توقف دي كونترول ويشوفوا الذهب ذاك يهزوه يهزوه بطم ميتاميمين منهم طوام مت الفين وسبعتاش وال الفين وثمنتاش صارت ديسونت في السوق لهنا وهبتوا هزوا سلعة متاع الناس ولتوا في اللوجيك بين الثلاثة شهور والستة شهور يرجعو لهم سلعتهم طوام عندهم ثلاثة سنين وما رجعو لهم السلعة متاع يعني السيغي هو اللي يتحمل المسؤوليته وخسر ديما السيغي هو اللي يتحمل المسؤوليته يعني قطاع يحبوا يهمشونها منه ويحبوا يخرجونها منه والقطاع هذي تهمش تهمش بفعل القوانين اللي جئي رقها تخرجنا في قوانين طلبنا تغيير والقانون وعملنا دراسات واجتماعات ورسلنا الدولة ورسلنا الناس كل رسلناهم بالدشارش لا خلينا وزارة المالية لا خلينا تتوا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت السياحة والناس كلها تداخل فينا توقيت لابناها ووليت في وزارة السياحة لابناها وفي وزارة كنا نتابعين وزارة السياحة وزارة السياحة في الحكومة هذه اقصاوا الصيناء التقليدية وقت لي الصيناء التقليدية هي المشغلة وهي اللي اللي كونت الدولة من عام 59 برجيبة خرج في القانون في الرايد الرسمي شغل وقت لي تونس تعد ثلاث ألاف تونس تعد بين زوز ملاين وثمانمية وبين ثلاث ملاين شغلة ثلاثمية وخمسين ألف في عام 61 في الصيناء التقليدية تونس كاملة كانت تتموم في الصيناء التقليدية ومعناش بطالة اللي يخرج من المكتب يدخل للصيناء التقليدية مهما كانت سوى في الذهب سوى في الفضة سوى في الزربية سوى في الجلد طوخواه معاش النجم ونشغلوا حتى واحد سمحنا اليوم عليش قطاع القطاع هيدا مهمش عليش اليوم ما يتمش إصلاح والنظر للقطاع هيدا شنو سبب عليش محب شد صلاح شنو الاشكالية الكبيرة الاشكالية الكبيرة هو من هياك اللي شادين توا ما يمشيوش بالمعلومات الصحيحة خطر قطاعنا قطاعنا يشمل برشا ناس صاحب طبع العرف صاحب المعمل واللي يخدوا في الفضة والسقال والركاب والنقاش والمكانة هذي كل تشمل القطاع المسوق كي نحضر لك قطع هانا توصل تتعد على برشا هيدين يعني مشاكلي انا كحيرة فيه نوع مشاكل الركاب نوع مشاكل التاجر نوع هذا الاشكال يزم كي مش نعملوا دراسة نعملوها دراسة معمقة شنية مشاكل المعامل شنية مشاكل الحيرة فيه شنية مشاكل الركاب هذي كله رخصة 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 كل حاجة تطلب رخصة ياولدي ماو ماو انتي سهل يثنية كي نمشي ما تخلينيش نمشي ونجي احنا نخدمه بالمافرق نظفو به الذهب باش توصل تاخو رخصة انت عمافرق يزمك تتعب اشهر وانتي تجري على الوراك باش نجم تاخو ايت رأس باش نجم تخدم به الدور عليها الوزارتلي الكل باش نجم تاخو رخصة هذي الاشكاليات الكبيرة اللي في القطاع بالنسبة للتجار التجار اخواتنا التجار نتعاملوا مع بعضنا التاجر مايعرفش السر متاع القطعة في صنعتها التاجر ياخو وسيط بيني وبين اللباس توا دخلت فيها التاجر يتكلم وحده وسنيعي وحده وكل واحد ومشاكله يهودي خلنقعدوا مع بعضنا ونحطوا اليد في اليد طوو نخرجوا بحاجة نظيفة للقطاع وباش تنجم تنظفه طوالقطاع الا من باب واحد الباب اللي مش تدخل منه هو وانك ترسك للقطاع بجميع ماء ولبادج اللي تنجم تعملهم للقطاع حيرة في نوع وتاجر نوع وباش نبداه لهنا ما عادش ينجم يدخل لنا حتى داخل للقطاع يعني صعوبات واشكاليات يعني منها القطاع هات نمشيوا للأسوام هات نمشيوا للذهب شنو اسوم وشنو امور وفما اقبال يعني يعني في الفترة هذي ما فاماش ما فاماش قبيل توا توا عنا من الكورونا ومن تسكير متاع القصبة وقت اللي حطونا كلي برييرة في القصبة ما عادش يجيك حتى وحد اللي مدينة قصفوها ما عادش موجودة مدينة تذكر علينا من القصبة وزا تذكرت علينا الكورونا وزا حتى الدولة ريت الميتين اللي قالوا نعطيوهم للناس الضعاف ما اخذيه حتى سيغي مانبا عشرين واحد ولا خمسين واحد اللي خذيو بالدزان بايش خذيو رسطنا نجريو عليهم هما لسوام لسوام ما قد كنا ما هيش مشكل لسوام من القصبة البنكة او اللي التكسير هل ؟ الواطن يشريهم من ال 165 حتى ال 2010 ال 110 من قصبة ؟ القطع خطع وانت ما نرائد من ال165 حتى ال 2010 وغطية عادية سياغة عادية محترمة لا تأخذها أقل من ثلاث ملايين أقل سياغة ثلاث ملايين شركة وفردة وبلال شركة وفردة وبلال تأخذها بزوز منين ونسل ثلاث ملايين فما يتوصل لك حتى إلى ثلاث وثلاث مليون انت والبواه متاحها البواه هو اللي يحكم وصلنا في شهرين التالي وشهور شرينها بمية واثنين وثمانين وخمسة مية القراء من البنك وقت اللي تريغل الكل تلقاه يتكلف عليك بريسك مية وسبعين الف بريسك مية وسبعين الف قديش اليد عاملة قديش تركيبه سقيله والبيرت متاعه في العالم بكل وراه فاهمها تروى بورسان بيرت راوه مش ناخد مية جرام عندي في الحق بين سانك وتروى بورسان بيرت هذي تصير بين سقيل وبين اللي انتوى واللي تفهمها ماكينيات الحق ما عليش فهمها بيرت كبيرا عاما بالسوابع اللي تفقدت تاوى العالم بكل وراه والسوابع هي الكل هي اللي باش توصل الخدمة مش كما تاوى قاعدين فاهمها حاجات قاعدة تتعمل اللي ضرت المهنة وقصات الحيرة فيه حرفيين معناوين هذا Becks اء مادين ماعيش عندما فلوس مش باش يجب تذهب ومنالبانكة ماعيش يلقوين يروجوا انتي تاوكي من المعامل ريقة عليش اخوية مخليهم ريقتين تيحل لهم بابا متاع يد عاملة نجيهم من زير من تركيا نجيهم من ليبيا نجيهم من ايطاليا خليخهمون المعامل عليش؟ ماعمل تلقاه معامل اعلى ماعمل ميناجم يخدملك كانب خمسة وعشر كيلو انتي تعطينا في 200 جرام المعمل اعمل له ثنية اخرى خلي يخدم على روحه وخلينا احنا نخدم السوق الداخلية او عنا السوق الداخلية مطلوب فيه نجمو نخدم كل شيرة فهمت اما ملقينياش اذين صاغية لمجلس نواب ولا وزير شد سوى مالية ولا سوى سياحة ولا سوى تجارة وجاء يعرف كل مرة ويجيبونا واحد يشرف على القطاع من وزارة من الوزارات وهو ما فاهم شي تهيز مو يترسكل بشي نجمي عرف ومن نجمي عرف القطاع ذاك كان اهل المهنة حطنا شاركنا دار طابع خلي تعرف دار طابع تعرف في استيشارات مثلا من استيشارات في قوانين واحد دار طابع تعرف التشريع الجبائية تعرف واحنا نعطيهم الحلول ونقدمنا لهم برشا حلول ومالقينياش اشكون اخذيها بعين الاعتبار خطف اما ناس اهي دي طايلة على القطاع ما تخليكش تتعدى بالتصليح القطاع خطر هو شيخ شيخ من ثنية اخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة